التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لماذا الله سبحانه وتعالى المدبر الحكيم خالق كل شيء وهو أعلم العالمين لماذا يقسم بالتين والزيتون كقسم في القرآن الكريم في آخر رسالة للبشرية من دون جميع الخضروات بالكامل الأعشاب الحشائش الفواكه الأشجار كل ما أتى إلى التين والزيتون وقرنهم الاثنين مع بعض في آية خطيرة جدا والآية هذه تتكلم عن اللي هي طور سنين الآية اللي بعدها التين والزيتون وطور سنين انت بجيد هنا هذه تلمحات تأشيرات بعد ذلك بيربطهم بخلقتهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بيحكي على تقويم الإنسان ما دخل التين والزيتون وتقويم الإنسان وبعد ذلك بيأتي في الآية اللي بيربطها فيهم اللي هي ثم رددناه أسفل سافلين كان بيحكي يعني على اللي هي مسيرة الإنسان اليوم بإذن الله تعالى سوف أعطيك السرار خطيرة جدا عن فوائد التين والزيتون لم ولن تسمعها إلا داخل هذه القناة أول شيء مباشرة التين والزيتون هو ما الشباب أو نبع الشباب المفقود اللي بيبحث عنه في الأساطير عبر الأساطير دائما الملوك ودائما يعني حتى في الحكايات هذه اللي بتحكى في ألف ليلة وليلة وغيرها دائما بتجد هناك العديد جدا بتنسج الأساطير عن أن هناك نبع شباب بيحافظ على شباب الإنسان حتى في عمر الستين والسبعين والثمانين والتسعين وأكتر حفظ على الشباب الخاص بي يوجد مادة انتبه جيدا في التين والزيتون ولكن انتبه جيدا الجميع طبعا المعلومات اللي راح بكرها اليوم سوف تجد روابط بحتية لها غربية هناك اليابانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها لكي يتأكد الجميع الله سبحانه وتعالى هذا ما غفل عنه الكتيرين جدا أنه مذكرش زيت الزيتون الناس دائما وأبدا بتقرن اللي هو ما بين التين وبينقعوه في زيت الزيتون بيظنوا أن هذا هو الفوائد بيحصلوا عليها لا الله سبحانه وتعالى كان يستطيع لو يريد أنه يذكر زيت الزيتون كما ذكر في آيات أخرى بيدكر اللي هو التين وزيت الزيتون لا هو تكر التين والزيتون لأنه زيت الزيتون رأى أحد مشتقات الزيتون إنما الزيتون والنواء الخاصة بالزيتون بيوجد فيهم الاثنين اللي هي فوائد أكبر بكثير جدا من زيت الزيتون لإنه هو أحد مشتقاتها المهم بالنسبة للتين والزيتون بيوجد فيه مادة أنا شخصيا أسمها نبع الشباب الدائم مادة تسمى الميتالونديز هذه المادة ما بتشتغلش إلا لما بيكون التين والزيتون مع بعض لإن الاثنين لهم تقريبا نفس التركيب والتركيب بيكمل بعضها فبيعمل تأثير ما يعرف بالتأثير التعاضدي هذه الناس اللي شغالة في المختبرات بتعرف لما بتضيف مركب على مركب تاني بيعطي فوران أو طاقة أو اللي هو بيعطي تفاعل أكبر بكثير جدا بيصلوا إلى حد معين بالنسبة لهذه المادة اللي هي الميتالونديز هذه المادة بيفرزها المخ بنسب قليل الغية مخ الإنسان والحيوان هي مادة طبعا بروتينية بيجفها كبريد بتتمكن من الاتحاد مع الزينك مع الحديد مع الفسفور مع العديد جدا من المركبات بيفرزها جسم الإنسان يبدأ في إفرازها بالكميات هذه الضئيلة في طبعا سن الخمسطاش إلى غاية الخامسة وثلاثين عند بعض الناس ممكن بتصل حتى إلى غاية الخامسة وربعين هذه وظيفتها الحفاظ على الشباب لما بتتوقف هذه مادة الميتالونديز بتبدأ تظهر لي أعراض الشيخوخة الشيخوخة المبكرة سواء كان عند النساء التجعيد عند الرجال والنساء ظهور الشيب احتداب الظهر اللي هي شيخوخة الجسم بشكل عام ظهور اللي هي الأمراض السكري وغيرها الشيخوخة مظاهر الشيخوخة هشاشة العضاء كل مظاهر الشيخوخة سقوط الأسنان كل أي حاجة بتعرف أنت عن الشيخوخة فأعرف أن هذه المادة متوقفة هذه المادة لا توجد في الطبيعة نهائياً ولا يستطيع المخل الإنسان أنه هو يصنحها بعد هذه الفترة إلا إذا حافظ على تناول التين والزيتون طبعاً طريق التناول التين والزيتون راح نجاهها في نهاية هذه الحلقة هذه رقم واحد يعني بيحافظ على شباب دائم النسبة الثانية اللي هي راح أتكلم عليها يعني بيمنع ظهور الشيب بيمنع اللي هي سقوط الأسنان هشاشة العظام بيمنع كل مظاهر الشيخوخة اللي هي ضعف البصر بعد سن الأربعين النساء اللي هي بتقطع الدورة بعد سن الخمسة واربعين أو أقل بيخلاها قادر على الإنجاب حتى في سن اللي هي الخمسة وخمسين وحتى التسعة وخمسين والستين تمام اللي محافظة طبعاً على هذا الأمر هذا منذ طبعاً فترة وجهزة فإذا كنت قريبة من سن اللي هو انقطاع الدورة فيجب عليك إن كنتي تاخدي هذه المادة بالطريقة أو التين والزيتون بالطريقة اللي راح أبكرها الطريقة أو الشيء الثاني اللي هو بيكافح نهائياً أصعب شيء حالياً اللي هو مرض التوحد اللي لا يوجد الآن ليه أي علاج نهائياً آآ وأيضاً بيعمل على إنه هو لأن التوحد الآن آآ آآ آخر شيء اللي هو اتضح إنه هو عبارة عن تركز فيتامين آآ تركز معادن تقيلة في الجسم لا يستطيع الكبد إنه هو يخرجها مثل الزئبق الكامديوم الكثير جداً طبعاً من المعادن الزرنيخ غيرها تدخل في جسم الإنسان بيستطيعش اللي هو خراجها فبتأثر على القدرات العطلية بتأثر يعني على منطقة الهيبو كامبس وغيرها من منطقات اللي هي التركيز والدكاء والإدراك والذاكرة التين والزيتون بيوجد فيهم أيضاً لما الاثنين بيدخل جسم الإنسان اللي هو مادة الميثالوثينون هذه المادة بيوجد فائضاً كبريت وهي مادة بروتينية مثل الأولى بتستطيع إن هي ويوجد فائضاً كبريت بتستطيع إن هي تدمج نفسها مع اللي هو المعادن التقيلة اللي سبق وذكرتها تستطيع إنها تخلص الجسم منها فبالتالي بيرجع الإدراك الكبير للغاية بالإضافة إلى إن هي بتحمل كميات هائلة من الزنك فتعمل أو السيلينيوم فبتعمل على إن هي تزيد هرمون النمو اللي عند أطفال التوحد وبتعمل كميات الزنك الطبيعي الموجودة فيها على اللي هي تجديد منطقة تسمى بالهيبو كامباس أو منطقة الحصين المسؤولة عن الداكرة ومسؤولة عن التركيز فإذا من هنا بيعتبر علاج فعال للغاية لمسألة التوحد عند الأطفال الكثير جداً لم يجرب هذا الأمر أنا أنصح إنك تجربها لك على الأقل مش أقل من ثلاثة أو أربعة أشهر مع أخذ اللي هو مشروب كما سبق وذكرت اللي هو مشروب الكوزبر إما اليابس أو اللي هو الكوزبر الحزمة من الكوزبر في لتر من الماء بتغلي وبتشغل لأنه أيضاً من الأشياء اللي بتعمل على إزالة المعادن التقيلة بشكل سريع للغاية نسبة فيتامين اي الطبيعية اللي تسمى بالبيتا كاروتين هذه النسبة العالية عن الطبيعية إن فيتامين اي متستطيعش أخذها بكميات عالية ممكن يسبب تسمم إنها بتاخدها بنسبة أو بتحت مسمة بيتا كاروتين طبيعي فالجسم بيأخذ ما يحتاج والباقي بيحولها إلى فيتامين اي والباقي بيطرها عادي جداً فيتامين اي بيعالج اللي هو العشة الليلي ناس اللي متستطيعش تقرأ وتشوف اللي هي في الليل بيعالج اللي هي مشاكل الكيلة ناس اللي عندها اي مشاكل في الكيلة من اي نوع قصور الكيلة ايضاً اللي هو بيوجد فيه فيتامين دي فبيمنع اللي هو تساقط الشعر بيمنع خلل غضة درقية فيتامين دي بيقوم بأكثر من الفين وظيفة ضرورية لا يمكن تخيلها بيمنع ايضاً كميات بيحتوي على كميات هائلة من الكالسيوم الناس اللي تحتاج كالسيوم ولكن نباتيين كميات هائلة من الكالسيوم من الفسفور معاً فيتامين دي وبيحتوي ايضاً على المغنيسيوم وبيحتوي على فيتامين كي هذه الأشياء جميعاً بتعمل على إن هي تمنع هشاشة العظام وبتمنع اللي هي هشاشة أولين الأسنان لأن هذه كلها مسؤولة عن استخلاص الكالسيوم وأنه يمشي من الامتصاص إلى غاية يمشي للدم وبعد ذلك اللي هو التكبيه جميع هذه المعادن يعني لما بتاخد كالسيوم فقط راه مستحيل أن أنت ما يحدث لكش هشاشة مهما كان فالكالسيوم يحتاج إلى هذه العناصر لكي يتبت على العظم والأسنان بعد ذلك الناس أيضاً حتى النساء اللي عندها هشاشة العظام بعد سن الاربعين لبعد انقطاع الدور فيجبع لها أن هي تاخد أيضاً التين لمنع هذا الأمر ومنع اضطرابات أو الهبات الساخنة هذه اللي بتأتي بعد سن الاربعين لماذا؟ لأن هي الهبات الساخنة كما سبق وذكرت هي فقط نقص أو خلل زنك لا أكثر ولا أقل والتين بيحتوي على كميات هائلة من الزنك الزنك أيضاً بيدخل في مسألة الداكرة مسألة الفيتامين دي والزنك الأمراض المناعية الصدفية كل الأمراض المناعية أيضاً بيعمل على أنه يكافح تضخم والالتهاب وسرطان البروستات وبيكافح العديد جداً من أنواع السرطان أهمها سرطان الرحم وسرطان اللي هو البروستات لأنه بيحتوي على كمية هائلة من الزنك فبتمنع الالتهاب والتضخم والسرطان السرطان أيضاً التدي بيمنع لأنه بيحتوي على كمية هائلة كما سبق وذكرت من السيلينيام ومن الزنك والثنين هذو معرفين أن هما بيكبحوا مع فيتامين اي بيكبحوا اللي هي نشوء الخلايا والجدور الحرة السرطانية أيضاً من الأشياء الأخرى اللي بيعملها بعالج اللي هي مسألة اللي هي الربو وضيق التنفس لأنه كما سبق وذكرت أيضاً ناتجة عن خلل اللي هو في نسب الزنك وفيتامين دي أيضاً شوف هناك أشياء تانية أيضاً الناس اللي عندها الحب الشباب أو غيرها يجب بتحتوي أيضاً على كمية هائلة من البيئ كومبليسك تركيبة البيئ كامل خصوصاً اللي هو البيئ خمسة والبيئ ستة اللي بتعمل على نقصها بيعمل اللي هي حساسية وحمرار في الوجه مع ظهور حب الشباب أيضاً الالتهابات بالكامل بتزال عن طريق حمض الأوليك الموجود في الزيتون وموجود أيضاً في التين وحمض اللي هو اللي هو الليولينيك هذا الحمض اللي بيعمل على مكافحة كافة العدوى البكتيرية والفيروسية المعروفة والغير المعروفة أيضاً بالنسبة للالتهابات سواء كان زيت الزيتون أو الزيتون أو التين مجفف أو التين حتى العاد بيحتقوا على شيء يسمى بالأولكتانال هذا الشيء بيعمل عمله عمل الإيبوبروفين اللي هو المسكن مضاد للالتهابات وبيعملوا نفس عمل الكورتيزون الناس اللي هي تاخده بكميات اللي هو ليه فوائد كثيرة جداً ولكن بتستطيعش الاستمرار عليه لأكثر من شهر لإنه ليه فوائد عكسية فهذا طبيعي تستطيع أخذه مدى الحياة عادي للغاية أيضاً الجميل جداً في مسألة اللي هو الناس اللي بتعاني من السكر ممكن بتخاف من التين المجفف التين المجفف لا يمكن أنه هو نهائياً يرفع نسبة السكر ذلك أنا وصفته في إحدى الحلقات في بداية القناة لأخذ اللي هو علاج السكري تجده أسفل هذا الفيديو بيحتوي هذا التين مجفف على حمد يسمى بحمد الكلوروجينيك هذا الحمد بيمنع ارتفاع سكر الدم بيعمل على تخفيضه وضبط مستوى فما يزاد أنه هو بيحتوي على العديد جداً من المعادم يزاد أنه نوعية السكر الموجودة فيه ما هيش مثل السكر الأبيض لا هي سكر مدموج بمعادن وألياف غذائية بتمنع بشكل نهائي اللي هو ارتفاع سكر الدم أيضاً من المهم معرفة أنه هو يزيل الدهون ثلاثية والكوليسترول الزائد في الجسم بشكل نهائي بيمنعه وبينزل اللي هو الكوليسترول السيء وبيرفع اللي هو الكوليسترول الجيد وبيضبطه في المستوى السليم وبيمنع بالتالي اللي هو تكون الجلطات واللي هو انسداد الشرايين بشكل عام كما سبق وذكرت أنه هو بيعمل أيضاً على منع الشيب بسبب وجود نسبة مفيدة جداً وفعالة من النحاس اللي هو في غيابه مع اللي هو الحديد أيضاً بيمنع فقر الدم اللي هو هذه الأشياء المبتنقص بيظهر اللي هو الشيب بيمنع أيضاً تساقط الشعر بيمنع اللي هو الدقات هذيك غير مفسرة بيسبب وجود نسبة هائلة من النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيمنع اللي هي اضطرابات القلب والنبضة والرفة الغير مفسرة خصوصاً عند الناس اللي هي بتعاني مع اللي هو الرفة هذيك على مشاكل في الكوليسترول فالمشاكل هذي لما تكون عندك دهون عالية أو عندك اللي هو مهدد بيت صلب الشرايين فمادت اللي هي الإليروبين الموجودة فيه بتعالج هذا الأمر من جدور جدورها طريقة اللي هو عمل تين مجفف مع الزيتون تأخذ كالتالي ما يعادل حبة واحدة من تين مجفف على سبعة زيتونات الزيتون بيكون طبيعي ما يكونش مخلل هذا اللي بيباع في السوبر ماركت بيكون طبيعي لمخلل ولا غير إذا حصلت اللي هو الأحمر أو الأسود بيكون أفضل من الزيتون المهم يكون زيتون طبيعي لا زايد لملح ولا زايد لشيء تضع اللي هو واحدة مقابل حبة من التين مقابل سبعة من اللي هو الزيتون تضعم فيه برطمان زجاجي أو فخاري تضع لهم بتزيد انت هذه الكمية مثل حد وضعتها بتين تيم تضع أربعتاش وهكذا بتزيد الكمية اللي انت تريدها تضعم فيه برطمان زجاجي أو فخاري بتضع لهم كمية من زيت الزيتون البكر الحر الأصلي يجب ان هو يكون بكر وحر وأصلي إذا متعرفش الاختبارات سبق وعملت حلقة بتجده أيضا ناس من هذا الفيديو تغلقهم بالكامل وبعد ذلك تضعم في مكان مظلم يجب ان هو مكان مظلم ما يصل لش الضوء تضعم لمدة تلاتة واربعين يوم لا أكتر ولا أقل بعد ذلك بتخرجهم وبتصير بتاخذ منهم اليوم عاد الحبتين تلاتة من التين وبتاخذ منهم اليوم الموم كل حبة من التين بتاخذ معها سبع زيتونات لماذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الزيتون سبع مرات في القرآن وذكر التين مرة واحدة والتجارب اللي عملها غربيا حسب الروابط اللي راح تركها ليك فهذه هي أصلا النسبة والتناسب اللي بيعطيك الفائدة القصوى أيضا على فكرة بيعالج العقم عند الرجال والنساء لأنه بيحتوي على كميات هائلة من الزنق فبيعالج هو خلل لبروستات المنتج الأول والخسيطين والمنتج الأول لحيوانات المنوية والهرمون تستستيرون اللي هو هرمون الرجول المسؤول عن خراج الحيوانات المنوية وأيضا بيحتوي على كمية هائلة من فيتامين إي اللي سبقه شرحت أنه هو أهم فيتامين للنساء فبيخرج لهو نسب كبيرة للغاية أو نسب بويضات في حجم طبيعي وبصحة جيدة زائدنا هو يزيل ويمنع اللي هي التليفات وأكياس المبايض وأيضا بيدخل في العديد جدا مشاكل النسائية المهم كان هذا هو الموضوع هذه الوصفة بسيطة جدا المهم أنه هو يبقى في الضلام وتأخذ منه حبة بعد ذلك مقابل سابعة من الزيتنات وبتتوكل على الله وبتحافظ بشكل نهائي على مسألة اللي هي التقدم في السن